لفترة الموالية لدي تو لدي تو لدي تو مع منظر ثابت الديمغرافيا السليح في البحث في تاريخ إسرائيل ونشأة إسرائيل البرحة في مكتبتي رجعت الكتاب جون جوتمان حول نشأة إسرائيل تعرفوا وفي سياق آخر لكن المتصل في تقديري حكينا على الهجرة غير نظامية وعلى التوطين المهاجرين وحكينا على تيوري دوران بلاسمان دوران بلاسمان هو استبدال شعب بشعب استبدال ثقافة بثقافة وتغيير تبعا لذلك النظام السياسي عديد استبعدوا العملية وقالوا والله هذه هلوسات ثقافوت لكن لما الراجع تاريخ نشأت هالكيان المصطنع إسرائيل نلقى أنه بالفعل التعويض الديمغرافي والثقافي تم من خلال سياسات هجرة وتوطين جوتمان يقول أنه إسرائيل هي امتداد على الظفة الآسيوية من المتوسط لأوروبا وأنه موجات الهجرة بدأت من القناة التاسع عشر الشيء الشيء اللي يخلينا ننتبه المسألة هامة المسألة الديمغرافية عديد التنظيرات الأمريكية تحكي على الزوتوكتون في علاقة بتونس وفي علاقة ب الزوتوكتون يعني أنه ثم موضوع ضم تونس إلى الخارطة الأفريقية العميقة نستحكي على الأصل الأفريقي لشمال أفريقيا مش المهم أن النظرية في حد ذاتها واقعية لا واقعية أنها مشروع أنها لكن المهم أن ننتبه المسألة البارح في بحث في نقاش حول مسألة القوة الصينية إحدى عناصر وهن الصين هو التهرم السكاني الحد من النسل القرار العمودي اللي يفرض على المجتمع الصيني خلى المجتمع الصيني الآن يواجه مش تحدي يواجه حتمية الانهيار الديمغرافي نمشي لأفق 2050 انهياره محتوم هذا يدفعنا لأنه ننتبهي لأنه الموطة الديمغرافي موطة استراتيجي حيوي الجسد الاجتماعي جسد مؤلف من شراء حمورية من أجناس من أيضا أوضاع صحية وهذا اللي خلينا ننتبه المسائل التالية مسألة الإنجاب مسألة الزواج مسألة الخصوبة مسألة التلاق مسألة الهجرة عناصر هامة عناصر محدة لوجود الشعب أو انقراضه يعني يلزم ننتبه للموطة هذا يبدو يبدولي في عديد المناسبات أننا نهمل هذا اعتنينا بتحديد النسل في مرحلة من المراحل بعد الاستقلال مكننا أنه نحد من مطالب المجتمع المسألة الديمغرافية هي مسألة صحة لكن صحة من أجل الانتاج إذا مش ندرك مستوى التهرم إذا مش ندرك مستوى العقم بين ظفرين يعني التقلص الخصوبة بش ندرك إلى المنطقة مش ندرك المنطقة الخطيرة سندرك مستوى الانقراض شمانتها مستوى الانقراض نفهم العملية أنه بقدر ما تتقلص الولادات بقدر ما تتقلص الزيجات بقدر ما تكثر عمليات التلاق بقدر ما نعوض السكان بسكان من ثقافات أخرى نحتاج إلى يد عاملة وهذا معطأ الهجرة معطأ الهجرة هام لكن لما يكون السكان الأصليين هم الأغلبية والمسألة تدرس على مئات السيني كأفق كإسقاط دي برويكسيون هذه مسألة لما نطرح المسألة الفلسطينية والقضية الفلسطينية ننتبه إلى أمر آخر على الرغم من أنه السكان والمكان يعني الفضاء إحدى ركائز وجود الدولة إحدى شروط وجود الدولة مسألة الملكية وملكية الأجانب كذلك هامة جدا في الديناميكية الليبيرالية الاقتصاد العالمي هامة جدا بالنسبة لجلب الاستثمار الأجنبي لكن علينا أن لا ننسى الدرس الفلسطيني كذلك ولو بكل صراحة بعيد عن المجاملة أنه تمت أخطاء وهذا الأمر أيضا هام واستراتيجي هو أمر يخص ويتعلق بالأمن القومي المسألة الديمغرافية ومسألة الأرض والملكية وملكية الأجانب أيضا أنا أردت أن أشير إلى هذه المسائل بمناسبة القضية فلسطينية وبمناسبة ما حصل لأن علينا أن نعود إلى ما قبل 48 لنفهم ولنستخلص الدروس أيضا شكرا لأن منظر كانت هذه لديتو 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 مع منظر ثابت نرجع لكم إن شاء الله بعد صوت جوليا بطرس نعمل بكم جولة في أين